اكتر ناس عرضة للنقص الماغنيسيوم هي الناس اللي هي عاملة دايت وتكميم المعدة عشان هما ما بقدروش يكلوا كميات الاكل اللي الشخص الطبيعي يقدر يكلهم نظرا لان حجم المعدة صغير ده رقم رقم اثنين انتو بتاخدوا مصدر طاقتكم من كل حاجة ما سامحيني يعني اقول لكم ايه ان انا اكتر ناس بتابعكم حاجة هبلة يعني كيس شبسي كيس شيتوس اه معرفش حضرتك ولا لأ يعني انا بتكلمك على بصفة عام مسلا ايه يقولك لا انا مش جاعين اخد مسلا اي حاجة بيجيبوا اي حاجة بتاخدوها المهم تاخدوا مصدر طاقتكم من اي حاجة وخلاص بس فين صحتكم ده رقم واحد طب عملت التحييل لازمة طيب انا عايز اقول لحركة حاجة كمان انك انت بس مش الاعراض دي كمان اللي عندك تنتي تحط عليها كمان نقص البوتاسيوم اللي ممكن يعمل معاكل قاتي ضربات في قلبك جمدة ثلاص وكدمات في اللون الجلد عند حضرتك واكتئاب وامساج شديد ده غير بقى انك انت ميلة للمسكرات بشكل رهيب جدا يعني كل شوية تشتاقل مسكرات ليه بقى بتشتاقل مسكرات لان طبعا الانسولين عندك لما وقع وقع معا البوتاسيوم انت ما عوضتش باكل القدار الورقي الكافي الغني به البوتاسيوم فبالتالي انت بترفع الانسولين بتاعك عشان يمسك لك اي شوية مية يكون فيهم بوتاسيوم ويعوض لك نقص البوتاسيوم ولكن اللي انت بيمسك الانسولين ما يجي يمسك سكر بيهبط بسرعة فبالتالي بتحتاجي انت على طول لمصدر طاقة تاني اللي هو مصدر طاقة تافه اللي هو السكريات اه اي نعم خسيتي بس ما عوضتش بالمكملات الغذائية الواجب التعويض عليها وده برجع اقولك ان كنت لازم تراجعي وتعملي فحص في الدم لكل الاتي صورة الدم الكاملة مخزون الحديث بي 12 دال سري وظائف الكبد ووظائف الكليا والغدة الدرقية عشان ناس كتير جدا مع الخساسان السريع او الخساسان اللي هو فيه عجز جامد فيه السعرات بتصاب الغدة الدرقية بالتأثر وده امر وارد وطبيعي وكمان لو فيه مشاكل فيه الدورة الشهرية ممكن تصاب فيه لغبطة هرمونية نتيجة العجز في السعرات السريع بلاس كمان تساقط الشعر لانك انت ما بتاخديش تغذية جيدة للشعر من دجاج وخضرة وبيض وطبعا دهون صحية وزنك فاحنا لازم نفحص كل الكلام ده عشان نهتم بصحتك وتبلغيني في الكومنس بتاعتك لان الحلقة دي هتبقى خاصة لما بعد جراحات السمنة يريد حضرتك تعملها اكسبلور كتير ده طلب عشان صحة الناس تهمني واكسبلور كتير اوي فوق ما تتخيل ان كتير جدا بيعانوا من عند المشاكل دي كده ما بعد التكميم وهم يعني متهمين التكميم فيها وهم مش متهمين التكميم وهم مفيش متابعة جيدة لحالتك مفيش متابعة متماثلة لكمة المكملات الغذائية ارجو ان كنت تعملي التعليمات وتبلغيني في الكومنس موسيقى موسيقى